السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم السبت 6 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج السرطان ورح يظل موجود في برج السرطان لغاية الساعة 3 و55 دقيقة من صباح يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7 و53 دقيقة من مساء اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو بما أن القمر موجود في برج السرطان اليوم معناته خلال هذا اليوم نشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إلنا ولأحبانا ولأطفالنا كما من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى بعض الأشخاص بيكون عندهم بعض الذكريات أو بتتوارد لأذهانهم بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منهم يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من الاهتمام أو مراقبة أكلنا وشربنا لأنه بالفترة هاي الشهية بتكون مفتوحة كثير لتناول الطعام ويجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم بتكون في ذروتها يمكننا شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إعطاء المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضاء وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وتسعة دقائق صباحا بتوقيت جرانيج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية وهي مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا برضو هيكي للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي الزاوية رح تكون الساعة أربعة وستة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة ثمانية واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرانيج بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادي منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلية غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميلة كل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن إذا كانت اضطرارية أو مراجعات طبية أو فحصات فما في أي مشكلة أول عضو وهو المعدة يعني اليوم قص المعدة أو تكميم معدة أو رنجل المعدة الأمور هاي أنا ما بنصح فيها تماما والمعدة هي أكثر حساسية وعننا الكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وهو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق وهو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية لإلها أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن مش المعدة طبعا لا يصلح لإزالة الشعر الزائد هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة لخلو المسار طبعا بما أنه القمر موجود في برج السرطان خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الأحد بيبدأ الساعة 3.47 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش وبيستمر لغاية الساعة 3.55 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمره يوم الساعة 2.38 دقيقة صباحا بتوقيت جرانتش بنبدأ باليوم الثاني بنبدأ بصير يومين نسبة الإضاءة واحد بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة طبعا اليوم طيلة اليوم الشمس سعيدة بنسبة مية في المية القمر في السرطان أيضا سعيد طيلة اليوم مية بالمية ورح يضل بالسرطان ليوم الغد زي ما ذكرنا عطارد بالأسد حتى يوم 25 سبعة أيضا اليوم سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة مية في المية المريخ في الثور حتى يوم 27 منتحس بنسبة خمستاش في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة خمستاش في المية وزحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة عشرة في المية وأورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية ونبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم سبعة اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتو في الدلو بيتراجح حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكم في امور الهاصلة بالبيت والعائلة اهم شي انه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على احد افراد العائلة بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بمناسبة او احتفال او اجتماع عائلة وخصص فترة لا بأس فيها من وقتك للاهتمام بمتطلبات العائلة صحيح ان الجو في بعض الضغط والمسئولية ولكن بدك تكون مرن جدا ممكن تكون على موعد ارتباط مهم فما بيجوز الفشل وايضا اليوم بيحمل مصاريف منزلية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والحركة والنشاط والسيارات والالكترونيات وكونوا اكثر صبرا على الطرقات اثناء القيادة او اثناء الحركة ويعتبر هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان ايه بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرتان عندكوا طبعا اليوم دافع كبير لا تدافعوا عن مبادئكم ولكن دافعوا بليوني ودبلوماسية انتبه لكلامك واحفظ خط العودة ممكن اليوم تتمم لقاء او اجتماع اليوم اعمال مفيدة ممكن تتخذها خلال بعض القرارات المهمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يستردوا اموال بتعود لهم او ممكن يحصلوا على هدية اهم مش انه تخففوا من النفقات قدر المستطاع بتميلوا للتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وبتتجرأ على النقاش هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة ولا تقديم الامتحانات ولا الطلبات او المطالبات بحقك خصوصا المطالبات المالية وبالتالي بتقدر تمارس كل صلاحياتك برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان طبعا اليوم نشاط وحيوية وعنكم قدرها على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم شي انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن بليونة ممكن تحقق انتصار او تظهر مزايا رائعة بتلفت انظار الجميع وهي فترة ايجابية حاول انك تستغلها وطبعا وجود الشمس عندك تعطيك دافع اكبر وبتسلط الضوء على الدعم الخارجي وربما على اهتمامات مالية وقروض وديون وصفحات او قرارات جديدة برج الاسد بالنسبة لمواليد برج الاسد بسيطر التعب عليكم طبعا لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد الاحد فحاولوا اليوم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة ممكن تكون مرهق قليل الحماسة او يعني ممكن شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه فعشانيك منقول لا تنتظر جواب لانه ظروف فارغة من الدعم والحضوض ابتهدى الاجواء وتخف وطيرتك حتى الركود اهمش انك ما تستعجل اي امر عشان ما تخيب امالك وحاذر من التراجع الصحي وحاول انك تعمل بشكل روتيني برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تتجنب انتقاد اي شخص وبيحملك هذا اليوم فرصة مناسبة لحجد التأييد والدعم والمناسبات الاجتماعية او العلاقات الاجتماعية وهي فترة مناسبة لطلب استشارة او تأييد من احدهم انت اليوم تمتلك القدرة على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم حاليا وحاول انك تلعب دور بناء برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبواسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ممكن يحملك هذا اليوم يعني هيك مسألة شخصية تتسبب لك بنوع من انواع القلق او عبئ بيتعلق بالمنزل او باحد افراد العائلة اهمش انك ما يتجازف باستقرارك المعنوي او الشخصي وهدئ من روعك انطلاقه بثير التوتر والخلافات برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات البعيدة كونوا اكثر صبرا اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن اليوم تفرح لانفراج مسألة ضاغطة او امتحان او مقابلة او بتنتظر خبر معين اليوم بيوصلك اشارة او بيوصلك جواب فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تكون حذر من المتاعب وبعض الوعكات الصحية رغم انه الاجواء داعمة لك حتى على المستوى العاطفي برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكو في ضبط شغنكم المالية المشتركة ورغم النفقات الا انه في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض سارعوا لتصحيح الاخطاء واستعادة ثقة الاخرين ولا تسمحوا للخلافات بالتأزم لا سيما مع الاحبة ناقش وفاوض وما تتهرب من مواجهة الامر الواقع وعبن عن رأيك بهدوء وما تستفز احد رغم انه اليوم في فرص مالية او جيد لحل مسال تتعلق ببنك او ضريبة او تأمين برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة لان القمر ما زال موجود مقابلكم ابحثوا عن قاسم مشترك يتجمعكم بشركاء العمل او العاطفة او ما بين الازواج وهي فترة جيدة لا تسوية الخلافات او حتى الحوار والنقاش فترة شوي هي فيها نوع من انواع التوتر لانه القمر موجود مقابلك تماما فحاول انك ما تتورط في ازمة ما ممكن تضطر لا الابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات او تغير نمط معين اهم اشي انك ما توجد اي انتقاد لأي شخص وابعد عن الانفعال والعصبية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم اليوم التركيز على العمل وعلى الصحة حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في اي مواجهة مع زميل في العمل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تحضر لورشة عمل او تهتم بموضوع صحي او عمل جديد وبتكثر المسئوليات والالتزامات على انواعها كن حريص على عملك وباكر اليه عشان تقدر تنجز الاعمال الضرورية والمهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من احباك ومتعزيز العلاقة معهم حاولوا تفاهم وجهة نظر الاخرين او نظر احباكم الاجواء جيد ودعمة وحاولوا انكم تبالغوا في طلباتكم منهم تحتفل بانجاز او انتصار وبتنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وكثيرة الانشغلات والتحركات لكنها فترة حظ ونجاح وتقدم المستوى المالي والمستوى العاطفي ايضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء